في الحلقة بتاعت النهاردة هنتعلم اشهر واهم او صفات الشخصية اللي تقدر تستخدمهم في انك توصف الاخرين وتوصف شخصيته. طبعا موضوع مهم جدا مش بحتاج اقولك انك محتاجه عشان تطور لبقتك في اللغة الانجليزية لازم توصف الاخرين عشان تقدر تتكلم انجليش بتريه كويسة. يلا بي نبتدي مع بعض ولو عايز تشوف الحلقات الاخرى المرتبطة بي كورس الفكابولاري او المحثة الكونورسيشن اناسف هتلاقي اللينك في اسفل الفيديو. هتنساش تعمل سبسكرايب وشير الفيديو عشان يوصلك كل جديد. اول صفة معانا هي يعني شخص مساعد. ممطيب شخص مساعد جدا. تاني كلمة معانا وهي يعني شخص دم وخفيف شخص فني. تالت كلمة معانا وهي مديري شخص اجتماعي. مديري شخص اجتماعي. شخص امين وتقى احن بشخص صريح. يعني خغول الصفة اللي بعد كده شخص مؤدب الصفة دي بقى جميلة جدا وهي أغلبنا بيستخدم يعني عطوف لا يستخدم بقى كلمة معناها برضو عطوف عندنا كمان يعني كريم هو كريم وعيلته كمان عندنا بقى كلمة وقح انت وقح جدا رود رود تفضل مهمين جدا ليك المبتدأ وتسمعهم كتير يعني شخص اجتماعي زي اللي احنا اخذناها وعكسها انا جايب عشان عكسها يعني شخص منغلق على نفسه او انطوائي غير اجتماعي كمان كلمة كمان كلمة تاني نسمها ري لا يابل ريليابل ريليابل يعني شخص مسؤول اعتمادي اوكي يعني مثلا مي سيستر هي اعتمادية دايما نقول لا لو عندي مشكلة بكاوز شخص مغرور بالانجلش ممكن تقول ايغو ممكن تقول كاكي سيب كاكي بريطاني اكتر شوية لكن ممكن تقول الاثنين ايغو مغرور او كاكي اوكي يو ارى كاكي اوكي او يو ارى ايغو اوكي عندنا كمان اوبتيميستيك اوبتيميستيك يعني شخص متفائل اوبتيميستيك اوكي اوبتيميستيك وياخر صفة معانا النهاردة لما تحب توصف الناس المخلصة زي روكم كده يا احلى واكتر متابعين مخلصين في الدنيا هتقول لويول لويول اوكي يلا بينا بقى ناخد اكسرساز مع بعض عشان حاول نفتاكر السفات دي التمرينة والاكسرساز سهل جدا 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 انا حديك تعريف لصفة من الصفات اللي احنا اخدناها بالانجليش وانت هتحاول تقول لي الصفة فحاول ترجع وتبص تاني على الكلمات او يريد تكون كتبتهم على وراء بس انا حاول تديك كذا اختيار طيب اول ديفينيشن وانت تاني حاول تختار من الكلمات someone who always thinks about themselves someone who always thinks about themselves يعني دايما حد بفكر او بفكاغه في نفسه او they always think about themselves selfish honest reliable ego very good حد دايما بفكاغه في نفسه يبقى شخصانيني selfish two a funny person who makes us laugh شخص funny بيخلينا نضحك هل هو talkative هل هو outgoing هل هو caring هل هو humorous perfect yes it's humorous three always tell the truth دايما شخص بيقول الحقيقة extrovert ولا generous rude or honest very good لو أنت اختارت honest someone sociable or friendly شخص دايما بيبا اكتماعي ودود كده or friendly polite helpful optimistic optimistic outgoing very good brilliant it's outgoing حد بيتكلم كتير talks a lot someone who talks a lot يبقى honest generous talkative ego سهل دي someone who talks a lot يبقى talkative okay the next one someone who thinks tomorrow is a better day or someone who has positive attitude towards life يعني شخص بيبقى عنده دايما attitude أو سلوك إقابي للحياة أو حاسس أن بكرة أفضل tomorrow is better ها extrovert loyal optimistic helpful very good it's optimistic that's amazing دي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة أتمنى تكون استفدت ما تنساش تعمل subscribe و share عشان نوصل لعدد أكبر ونصيحة حاول توصف بداية من اليوم أصدقائك والناس اللي فعلتك بالصفات دي زود الصفات دي لأركام الموبايلات بتاعتهم أو المسامات اللي أنت مسميهم على الموبايل بتاعك عشان تشوف الصفات دي بشكل يومي كل ما تشوفهم قولك كلمة بالإنجلش عشان توصفهم بيها قبل ما تقول بالعربي ده هيفري معاك كتير في أنك تفتكر الكلمات دي لو زيدي حاجبك احمل share و like سلام اشتركوا في القناة